وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكيف لا تكون التقوى كذلك يا عباد الله وقد جعل الله تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة فمن اتق الله يا عباد الله نال العلوم النافعة واتقوا الله ويعلمكم الله ومن حقق التقوى يا عباد الله من حقق التقوى يا عباد الله فاز بمحبة الله عز وجل إن الله يحب المتقين ومن أحبه الله حفظه من كل شر كما جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه التقوى يا عباد الله سبب لتفريج الهموم والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اشتركوا في القناة ويرزقو